أهلا بكم مشاهدينا في التحليل الفني لهذا الأسبوع ننقف مع تحركات الأسواق العالمية وتحديدا اليوم مع عودة التدول الأسبوع الجديد لتدول الأسواق ونحللها فنيا مع ضيفتنا فرح مراد محلل الأسواق أولى في إكويت أهلا بك فرح دائما معنا فرح نتحدث عن بعض التحركات بالنسبة للأصول نبدأها بطبيعة الحال بالدولار والتحركات التي كنا شاهدناها على خلال الفترة الماضية نوعا ما شاهدنا بعد الارتفاع ولكن اليوم الحديث ما شاهدناه من توجه السياسة النقدية والفدرالي الأمريكي ربما التحركات أو بالنسبة لأنتقات السعرية التي قد نتوقعها للدولار هذه الفترة رندا مثل ما عم تقول اليوم هم نكون عمرائب أسبوع جديد لدينا تحول نوعا ما نلاحظ مثلا على الدولار الأمريكي هذه الشمعة الكبيرة جدا لأوصلات الأسعار إلى مستويات الدعم كان بسبب الـ CPI جاء مثل التوقعات ولكن الأسواق أكتر وأكتر عم تبلش توقع سياسي أقل تشددا من الفدرالي على الرغم من أنه كان حديث نوعا ما متشدد بس يمكن الديتيلز ونحن هذا الأسبوع كمان مهم لأنه رح نكون عم نشوف النقاط الرئيسية من الحديث قد يعيد كمان تغير المعنويات أو إعادة قوة الدولار أم لا هلأ من الناحية الفنية منلاحظ نحن فعلا كسرنا الارتداد الصعاد لكنه نوعا ما عم نشهده على الدولار عم نرجع نشوف قوة على الدولار الأمريكي ولكن جاهنا شفنا تراجعات عليه مع البيانات اللي كانت عم تصدر تراجع كمان في عوائد السندات عم بيأثر على هذا الأمر ويبدو يمكن يكون نوعا ما نحن فيه اتجاه جانبي لأنه نحن في انتظار البيانات فمشان هيك يهمني أن نكون عم رائب مستويات المية وأربعة فاصلة أربعة وثلاثين عنا هون دعم رئيسي للأسعار يعني كسرها مدى توقعي فرح للمية أربعة نحن عم نعمل هذا حتى بالارتدادات هو ارتداد مهم نكون عم نشوفه ففي حال استمرت الأسعار فوقه قد نرى هذا التحرك الجانبي ما بينه ما بين المية وخمسة ولكن تراجعاته قد يؤدي مرة أخرى إلى الوصول لمستويات حتى المية وثلاثة من مستبعدة في حال استمرت ضغط على الدولار استبعد نكون عم نشوفه بالفترة الزمانية القصيرة نحن في موسم أرباحهم يدعم الأصول الخطيرة في وجه الدولار ولكن نقترب من انتهاء نوعا ما فحتى لو تراجعنا لا أظن في عنا كمان كاتلس أو أخبار قد تؤدي إلى تراجعات كبيرة جدا قد نرى تحركات جانبية قد نرى كمان مستويات المية وثلاثة ولكن يعني أقل من المية وثلاثة قد يكون الأمر صعب في الفترة المتوسطة للدولار الأمريكي هلأ في حال الارتداد استمر لازم نكون عم نشوفه بهمني أنه هذا المستوى لأنه حتى في حال أنا الشراء من البيع أنا في منطقة مهمة تعطيني إدارة مخاطر جيدة قريبة من الدخول في حال الارتداد نلاقي كمان كان في عنا ردود أفعال سعرية على مية وخمسة وعشرين قد يكون كمان الهدف للمضاربين على الارتفاع طيب يعني ربما أشرت إلى توجه اليوم المستثمر نوعا ما نحو الأصول الخطرة فعليا وكنا هذا ما شاهدناه على المؤشرات الأمريكية سواء الأس أم بي فهنا رح تدعو الذي وصل لمستوى قياسي تاريخي فهذا الموجة الصاعدة التي شاهدناها منذ فترة يعني تقريبا نتحدث منذ نهاية العام برأيك لأي مدى قد تعود وتستمر معنا أو تبقى عند هذه المستوىات أو مستهدفات اليوم الأس أم بي برأيك يعني هذا السؤال هو الأهم في الأسواق نحنا في مستويات تاريخية كسرنا على القمم السابقة كمان منشوف كنا نحنا بأب ترند خلال السنوات الثلاثنين الماضية ولكن مثل ما كنت عم تقولي في نهاية العام الماضي صار في عنا زخم صاعد أكبر بكتير كمان كان عم بيؤدي إلى ارتفاعات هذا الأسبوع عنا يعني احنا أكثر من 90% من الشركات أعلنت عن أرباحة ولكن في عنا نفيديا المعقول تكون عم تعطينا كمان زخم آخر قد يؤدي إلى استمرار الارتفاعات خصوصي كمان لازم نتذكر نحنا في مكان البيانات السلبية تدعم الأصول الخطيرة لأنه كمان عم تكون عم تضغط على الدولار الأمريكي في حال استمرار هذا الأمر نحنا في أب ترند كسرنا يمكن هذه الموجة يمكن المومنتم المرتفع عدنا اختبار الحد الأعلى لقناة صاعدة صارت تحولت إلى دعم فكمان إشارة صعودية مهمة الدعم النفسي عند الخمس تلاف كمان مهم جدا حتى إذا تراجعنا له عندنا دعم الخمس تلاف عن دعم أقرب محلي عند الخمس تلاف ومتان في حال وصلنا له كمان لازم نكون عم نشوف يمكن يعود الزخم الصعاد ولكن في حال استمرارنا اليوم فيه وفي حال هذا الأسبوع كان جيد لأسهم عندنا الخمس تلاف وثلاثم وثلاثم وثلاثين وهو امتداد في بوناتشي قد يعطينا كمان مستويات مقاومة يحاول أثيرا الوصول إلى طيب على مستوى أصول أخرى كنا شهدنا البيتكوين التي نوعا ما كانت بعض التحركات عليها متقلبة لأن بعد أن وصلنا عدنا مستوى 72 ألف عدنا لنتراجع ولكن برأيك الآن المستهدفات التي نشهدها وتحديدا هذا التحديد للقناة الهابطة التي عادت من جديد يعني مبين هذه المستويات مثل ما كنا نتحدث عن المائتين أو الاثنين والسبعين بعدين عدنا وشهدنا هذه القناة يعني على أي أساس تم التحديد يعني فرح أو يعني ماذا نتوقع كذلك توجه البيتكوين هلأ هو بالفعل أظن هيدا يمكن الترند الهبوطي أظن من الناحية الفنية لا يزال يعتبر تصحيح للموجة المرتفع الكبير اللي كنا نشهده لأوصل الأسعار إلى القمم وإشارة إيجابية أخرى أنه يمكن نحن فعلا تخلصنا من هيدا الاتجاه الهبوطي أنه كسرنا من الناحية الفنية الحد الأعلى للقناة الهابطة حتى ما عملنا ريتستنغ عادة ما تحاول المستويات المهمة من مقاومات ودعم إعادة اختبارها من الأسواق ولكن لا بالفعل نحن رجعنا توجهنا إلى نوع من الاتجاه الجانبي نوع من مستويات الـ 65 و 350 تقريبا تصار هو الدعم للتحركات في الوقت الحالي أرى كمان إذا بتلاحظي المستويات اللي عملت داول عندها حاليا مهمة جدا لأنه أوكي منشوف في تحركات سعرية عميقة عندها منشوف أنه كانت مستويات هيدا المستويات المرتفعة ما كنا شيهدينا يعني تقريبا من شهر الماضي كمانا فهيدا مستويات مهمة كنا عم نشوف كيف عم نتحرك حوالي اليوم وهوني مشانيك بهمني هذا الأسبوع عم نبدأ في أماكن حتى لو نحن معنا بانتظار البيانات ولكن نحن نشتري أو نبيع نحن في مكان قد يكون قريب جدا وشانيك قد تكون إدارة المخاطر جيدة نكون عم ندخل في الوقت الحالي هلأ في حال استمرت المشاعر الإيجابية في حال اللي نعمل اختبار لمستويات الـ 67 و 150 تقريبا واستمرينا في التداول فوقه معناتها قد يعني أنه الزخم الصاعد قوي ومستويات الـ 70 ألف قد تكون هي الأهداف القادمة للمضاربين على الارتفاع ولكن التراجعات طبعا نظن منشوف أنه كان في عنا نوع من الارتداد كمان عنا الـ 65 و 350 قد يدعم كمان الأسعار في حال التراجعات طيب الذهب بطبيعة الحال فترة الماضية يعني فارح كنا شاهدنا وكان هذه المستويات وعدنا لنتحدث عن مستويات تاريخية 2400 ولكن اليوم وبعد التحرقات التي كنا تحدثنا عن الدولار نوعا ما الذهب حاول الاستفادة منها بعد التراجعات برايك 2400 إلى أي مدى نستهدف اليوم مستويات جديدة بالنسبة للذهب هذه الفترة بس لنقول بعض الأمور الواضحة نحن في أب ترند من فترة طويلة فالترند لا يزال يفرجينا إشارات إيجابية ولكن كمان بعض المؤشرات مثل الـ RSI كمان كان يفرجينا نوع من الأوفرباط يعني عندنا نحن ذروة في الشراء قد يؤدي إلى التراجعات ولكن لازم نتذكر مع بداية الأسبوع الأخبار التي تأتي من الشرق الأوسط قد تدعم كمان الأصول والملائزات الآمنة خصوصا من الناحية الفنية نلاحظ أن الاتجاه الصاعد الحد الأعلى تم كسره فهذا زخم إضافي إشارة إضافية قوية للمشتري ورجعنا نختبر مستويات الحد الأعلى كنوع من الدعم فنحن فعلا في أب ترند واضح في حال استمرار الارتفاعات نظر مستويات 2470 أو أقل من 67 قد يكون الهدف القادم للمضاربين على الارتفاع ولكن لازم نشوف كيف الأسعار لحت الداول عند الحد الأعلى في حال استمرت التداولات فوق في حال ما قدرنا نرجع نكسر تحت ولو كسرنا نحن بعدنا بأب ترند على فكرة ولكن في حال ما كسرناه معناته أزخم الصاعد لا يزال قوي جدا على الذهب وأني في المقابل نقف سريعا كذلك فرح على تحركات النفط وتحديدا هذه الفترة مثل ما كنت تتحدثي لدينا ملف توترات الجيوسياسية الذي قد يغدي كذلك ارتفاعات الآن مستهدفات اليوم نتحدث عن 84 دولار لبرميل ولكن ما هي مستهدفات برأيك المئة الدولار هل قد نقترب منها إن استمرت هذه المخاوف من الناحية الفنية اليوم نحكي لأن شوي بتتضارب الصورة الفنية مع المخاوف اللي نسمع اليوم في الأسواق كنا نحكي عن النفط في البحر الأحمر والتوترات اللي نوعا ما بتدعم أسعار النفط من الناحية ولكن من الناحية الفنية هنا صورة معاكسة تماما كسرنا الارتداد الصعر اللي كنا نشهده الحد الأعلى يمكن أو الأدنى للقناة الصعيدة حولنا اختباره كذا مالا وما قدرنا نرجع فوقه لأن هذا الأوكي ارتفعت لأسعار نحكي عن 24.3 ولكن لا نزال نتداول بشكل جانبي وضعي عند هذه المستويات صورة كمان فنية أخرى من لقي تشكل نموذج الرأس والكتفين وهذا عادة ما يبشر في استمرار الاتجاه الهبوطي لأمر الإيجابي نحن عن مستويات مقاومة رئيسية معناها حتى لو كنا نراهن على التراجعات فالستبرس قد يكون قريب جدا في حال فعلا هذه الصورة الفنية كانت مستمرة واستمرنا في الاتجاه الهبوطي نرى نوع من الدعم في عنا طبعا محلي عند 83.5 ولكن هذا الباترن إذا عم نشوفه وشو بعادة منشوف هذا المستوي ونرجع عم نعمله على قده لنكون عم نشوف مين التارجت تبعنا بوصلنا لعند 77.5 هذا في حال نحن نحكي من الناحية الفنية ولكن نازل نأخذ بعين الاعتبار كيف تتحرك الأسعار عند هذا النكلين الخط العنق المهم جدا لنشوف كيف الأسعار تتداول وكمان الأساسيات في الأسواق أكيد وربما هذا ما سوف نراقبه الفترة المقبلة فرح عن التطورات في الأسواق وتحركاتها وأثرها على هذه الأصول دائما نشكرت وجدك معنا فرح مراد وأنت محاية أسواق أولى في إيكويتي شكرا جزيلا لك ومشاهدين بهذا نأتي إلى نهاية فقرة تحليل فني لهذا الأسبوع وكلا عدنا نذكركم بأن سين بي سي عربية ليست مسؤولة عن أي ربح أو خسارة وهذه مجرد تحليلات للتحركات السوق ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة